دكتورة فاتن فغيمون تقولي هكا التريكي رئيس جمعية أطباء وجراحي القلب وشارين بسفيقس هذا هو المطلوب دوت المانير أنا بالنسبة لي أنا أن تنك ميديا يزمن نوصل كل هذه المعلومات للمريض التونسي أو حتى السيب لمتاعنا خطر فينا المعن نحن تويسا في تونس خارج تونس السيب لمتاعنا الأشقاء في المغرب في الجزائر في ليبيا معنا مفتوحة الأبواب لهنا بش نوريهم معنا مدى قدرة الطبيب التونسي على مجبهة كل هذه الليكاء اللي نقوله نحن كانت سابقا أنتوما تقولوا جي جي اينو بيغابلو لكن في وقتنا الحالي يظل الكلمة هذه معاتش مقبولة هو الحمد لله الحمد لله بكري دكتورة ليلى الترقة اللي أننا أحنا في تونس ولو عنا أكثر الأدوية اللي موجودة في العالم لعلاج قصور القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو أمراض الأورام الخبيثة الحمد لله معدها الأخسونال تيرابيوتيك في تونس ولا كبير والثاني الحاجة اللي احنا فخورين بها في تونس أنه حتى التقنيات هذومة متع القصطرة العلاجية أنه تقنيات التغيير الصممات القلب عن طريق القصطرة اللي مش عن طريق الجراحة موجودة في تونس موجودة في تونس في القطاع الخاص وفي القطاع العام وزادة السيكوريتي سويت الكنام تخذها بالأعين الاعتبار تخذها أن شارج هذا مكسب كبير لتونس قاعدين نخدمه عليه ونبنيه على غيره حتى الآن حنا زادة عنا بعض القصطرة العلاجية لصممات نوع آخر خطأنا نوضح شوية للمواطنة اللي يسمع فينا أنه صممات القلب نجم احنا عنا أربعة ينجم ويصابوا بالضيق كما نجم ويصابوا بالتوسع احنا الضيق الحمد لله نجمو نحطوله خاصة الصمام المهم الكبير الصمام الأورتي نجمو طوى نغيروه من طريق القصطرة يقعد الصممات اللي يتوسعوا كما الميترالي والتريكو سبيد هذو ما نحبه نطوره أكثر في تونس عملية القصطرة لعلاج الصممات هذية بالقصطرة مش بالجراحة احنا في طور التطوير متاحه في تونس وكانت لنا محاضرات ومداخلات في الميدان هذية وجبنا أكبر الخبراء في العالم في القصطرة العلاجية للصممات نوعي هذه الصممات اللي تصير لهم ديلاتاتيون نحنا يتحلوا شوية ولا تدبون وانتي أكثر لنا نقولوا فيت متخال فيت تريكو سبيد ضياع انه الصمام ما يتسكر كما يلزم وقت يلزم يتسكر يقعد الدم يمشي في الصنس اللي مش صحيح لازمنا نضيقوها تضيقو يتم بالجراحة طريقة معمول بيها في تونس أما أنه يتم بالقصطرة هي أحنا في طور بتدناها في تونس بشوية بشوية أما أحنا يظل معنا نقولون نحنا بما أنه من العالم بريسك نقولون نحنا من إفريقيا من من أوروبا ما تلزم نقولون نحنا فرد فرد دمارش معنا هم مش زايدين علينا هم ممكن بحكم النقصرة ليلة بحكم دائما الإمكانيات هي هي تونس تقعد ديما في المرتبة الأولى بالنسبة لإفريقيا يعني أحنا موديل يحتذي به في إفريقيا وكي بقلت أنت الساعة والدكتورة فاتن يعني نحنا كنعمل مؤتمرات هذه وما يحضروا من مغرب العربي ومن إفريقيا بلعك فش نعطيه صورة جميلة لتونس التقنية المتطورة ونحثوهم حتى يجيوا سواء يعملوا الاستاجة عنها ولي مرضى متحم يتعالجوا في تونس التقنية الحديثة كما ذكرت الدكتورة سعاد دكتورة فاتن أحنا بالحق نعمل في مجهود خاطر بالحق التقنية الحديثة اللي هي بالقسطرة مغيط جراحة السحيط يعني باهيضة الثمن وهو الحاجة بها بالأكزامل الشريان الأبهر تتكفل بها الصندوق الوطني الحيطة الاجتماعية في بعض المستشفيات أحنا الحمد لله في سفيقس اللي هو يعني وعالج الجنوب تقريباً لكل موجود في تونس فمثل ثلاث المستشفى العسكري وزوز الرابطة وريانا يعني بداية هي بداية بشي تكفل بيه في المستشفى ومن بعد إن شاء الله تولي حتى في القطاع الخاص ونتمنى والهدف من المؤتمر هذي سحيات تطرقنا للتقنيات الحديثة بالنسبة والميترال والفالف تريكو سبيد اللي قاعدين نشوفو فيها برشا في تونس الهدف اللي كما قلت لك نحبوها تدخل تونس وتتعمم يعني لازمنا لازمنا مراكز احنا نسميهم دوري فرانس يعني لازمك زوز تبدأ بمركز ولا زود دوري فرانس يتلمدوا فيه من المرضى لكن بعض الهدف تتعمم احنا حد لآن المشكلة الوحيدة هو الثمن لكن إن شاء الله بالتعاون احنا كأطباء قلب كجمعية أطباء القلب وجراحي القلب سفيقس ولا جماعية تونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين والمسؤولين كما قلت وزارة الصحة وزارة الشؤون الشمائية تحاولوا بشوية بشوية يتكفلوا بهم وفريمون بش مرضتنا يتمتعوا خطر احنا في تونس في العالم يحكيوا برشا على العلاج القسطرة الفالف ميترال اللي كما قال دكتورة فاند تبدأ متسعة أكثر من لازم وتخلي المريض يوصل للقصور القلب دي ما نرجع نرجع نفس في تونس الأخصائية احنا في تونس وافريقيا عنا مرض اللي نسميها الروماتيزم ارتكولاغي جو انه مرضو بالغريجمان دي ويهمش بعد عشر عشرين سنة مش يظهر امراض الصمامات خاطر الصمامة نسميها تريكو سبيت في القلب الايمة وهذو ما مرضى مع الوقت كيف كيف اعتلال في الفالف تريكو سبيت الفالف ما تتسكرش بالباهي تخلي الدم يرجع المريض يتنفخ الكل ولي عنده قصور في القلب هذو ما في بعض الحالات المرضى ما نجموش نشقوهم بالعملية قلب مفتوح وهنا اهمية التدخل بالقسترة حنا ترقنله في المؤتمر برك الله قاعد يتطور بطريقة كبيرة في العالم دراسات كثيرة ان شاء الله في القريب العاجل يدخلوا لتونس وان شاء الله يتمتعوا به المرضى الفريمو اللي يستحقوا